تطوير الفنون وترقيتها أطلقت مؤسسات وزارة التقافة والفنون مراسيم البرنامج الوطني الاستثنائي للدعم الخاص بالسينما والمصرح والفنون الموسيقية والأوبيرالية لإنتاج أفلام وثائقية أفلام قصيرة وكذا ترميم ورقمنة مجموعة من الأفلام القديمة بالمناسبة نوجه تحية كبيرة للمعالي الوزيراء سيدة سوريا على هذا النيسياتيف اللي درته للفنان يعني يتهابش تعود تحية المسرح وتحية الأوبيرا وكذا وكذا حنا ما دابينا نثمن هذا المبادرة اللي قامت بها المعالي الوزيراء سيدة سوريا مولوجي بهذا الشيء وبرك الله فيها على كل حال وش نتمناه ونتمناه والناس هذي تتبنى هذا الشي حنا ما دابينا حنا كفنانين وكممثلين حنا نثمن المبادرة للمعالي الوزيراء ونشكرها على هذا الشيء اللي حقيقة جاءت وزيراء اللي رأي حبة تعود تحية وتعطي بذرة أمل لهذا الناس باش يعودوا يحية وهذا الشيء اللي احنا محتاجينه كفنانين المبادرة في حالة نجاحها ستعيد الاعتبار للمواهب شبانية وبالتالي إخراج السينما الجزائرية من عزلتها وإعادتها إلى الواجهة الوزيرة زعمك دارت حاجة مليحة بخصوص دعمها للأفلام والمسرح زعمك دارت حاجة في القمة بالنسبة للمعالي الوزيرة هي دارت حاجة مليحة ومام هنا يشبان عندها مواهب وعندها بزفع يعني النشاطات ولدت عندها فرصة نشكر الوزيرة على هذه المبادرة لدارتها مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الوزارة الوصية ينتظر تجسيدها تشجيعا لفناني ومتقف الجزائر وإبراز مكانة الفن في البلاد